بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أزاء طلباء السلام عليكم نواصل مع حلول التمرين خارجية في الكيميا فيها التمرين الثاني كذلك يدور حول التركيز والمحليل الشاردية إذن قال لك نضيب أم يساوي 3.7 جرام من هيدروكسيد السوديوم الصلب اللي هو C-A-O-H-2 أي S في الماء الناقي أو الماء المقطر حجم المحلول المحصل عليه هو V يساوي 250 ميلي لتر إذا في الحقيقة ميلي لتر تنكتب ميلي ولتر هكذا مش هي هكذا صح أولا المطلوب منك حساب التركيز الكوتالي C-A-M للمذاب في المحلول ثانيا إطلاقا ما تعرف تركيز المولي C أوجد العلاقة C تساوي C-A-M على M أي تركيز الكوتالي على كتلة المولية حيث M الكتلة المولية للمذاب أحسب وقال لك أحسب C أي تركيز المولي ثانيا أستنتج تركيز المولي الشاري دي في المحلول وأعطا لك كتلة المولية ذرية لكالسيوم 40 قرام على المول وتعال أكسيجين 16 قرام على المول وتعال هيدروجين 1 قرام على المول إذا نبدأ بحساب تركيز كتالي C-A-M للمذاب في المحلول أولا في المسودة كتبوا لي M وستوساوي وكتبوا لي V وستوساوي ها كتبوا الصيغة تاع هيدروكسيد سوديوم وكتبوا المعطيات ها وش تكتب عندك في المسودة صح نبدأ بالسؤال أول أولا نحسب التركيز الكتالي C-A-M وش يساوي وش يساوي M على V وعطونا M بلقرام لهو 3.7 يعني سهلة جدا جدا ويعطوها 250 ميلي لتر نحولها إلى اللتر نضربها في عسرة قوة نقص 3 صح إذن وش تساوي تساوي نقل في الكالكولات كيف يدير هذا العسرة قوة نقص 3 طلح الفقت لعسرة قوة 3 عسرة قوة 3 يعني يضرب 3.7 في عسرة تقسيم 250 هكذا يعني الحاسي بات دي هذا الولى بات باش تحسب القسم باش تسهل على عمرك صح إذن ستها 14.8 جرام على اللتر أنا ندير بوز ونحسب تهتاني ندير بوز ونحسب معي صح ثانيا واش قالونا قالك ثانيا طلاقا من تعريف التركيز الموليسي أوجد العلاق سي تسوي سي أمال أم حيث أم كتلة المولية المذاب أحسب سي طريب هذه كنا جاوبنا عليها في الفيديو السابق يعني حسب تعريف حسب تعريف التركيز كما قالونا التركيز المولي يعني ما التعريف تعونا نطالق نكتب أي عندنا كما قدرنا في الفيديو السابق سي تسوي آن على في وعندنا الآن تسوي آم على آم إذن من هذه العلاقتين ننطالق إذن سي تسوي نعوض نعوض كما أي هذه ما هذا إذن واستطينا عوضنا كمية المادة بالعلاقة تحت تعطينا سي تسوي آم عفوا قلم أزرق آم على آم على في إذن في مقلوبك سرت لنا آم على آم في هكذا صح وبما أن بما أن سي آم تسوي ماذا تسوي آم على في معناه ها هي السي آم هنا في العلاقة هذه ها ومراه السي آم إذن واستطينا فإن تقول لنا يعني تقول لك من عاك تقول لنا كدروا هذه السي آم هكذا صح يقول لنا كشول واحد على آم مضروب في سي آم هكذا إذن تقول لنا سي آم على آم تقول لنا سي تسوي سي آم على آم هكذا صح وبما تقول لنا حسب هذا السي صح هذه عندي حسبتها هاي والراحي لكن هذه ما عندي اوه كتلة المولية هي جزئيه هيدروكسيد السوديوم ما عنديش اذا نحسن بالكتلة المولية الجزئية تطاعة هيدروكسيد السوديوم سي أوهش هيدروكسيد هذا هو السوديوم وهذا شريدة الهيدروكسيد يسمه هيدروكسيد السوديوم توقع هذا إذن تساوي صح عندنا هيدروكسيد السوديوم والكالسيوم كان خطأ أنا تحسب بانتباهت الأول هيدروكسيد الكالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم مشيه السوديوم يعني صح من قاتلاني تعبانا رحت معاهم مانا ثاني صح هيدروكسيد الكالسيوم عندنا الكالسيوم عندنا وحدة عندنا وحدة كتلة المولية ذرية كالكالسيوم وحدة زائد تعل أكسيجين عندنا زوج لأنها الاثناني صح إذن زائد اثناني أم أو زائد كذلك زوج تعال أش هاك إذن تساوي تعال كالسيوم 40 زائد اثناني في 16 زائد الاثناني في الوحد إذن شعرتتني أعطتني 74 وسبعين قرام على المول هكذا صح نجي نحسب بالسي ذرك هنا أم نحسب السي مادة مراي عندي السي أم 14.8 والأم كذلك إذن أتولي لسي تساوي سي أم اللي هي 14.8 على 74 السي أم القرام على أحسب لهذه ساوي تولي لسفر فاصل 2 مول على اللي مول على اللي لاحظ سي أم القرام القرام بالل وال كتلة المولية 10 ها هيدروكسيد الكارسيوم القرام على المول لاحظ القرام على المول يعني وش تساوي تساوي القرام على اللي في مقلوب الكسر المول على الجرام. راح الجرام مع الجرام وقعدنا المول على الليتر. هذه كي تحصل. وراء. وشو بقى لنا؟ بقى لنا السؤال الثالث. السؤال الثالث ستنتج التركيز المولي الشارد في المحلول. يعني هنا ابلجي عليك تكتب معادلة الذوابان. رابعا ابلجينا كتبو معادلة معادلة ذوابان. هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو سئة. او اش دو في المنة. اكتبوها. اكتبتوها. اذن هي سي اا. سي اا او اش دو. اه. جزم صلب شارده في المحلول. اش دو زو. تعطينا سي اا دو بلوس. اكتبو. زائد شاردة الهيدروكسيد او اش موا. شاردة الكالسيوم الثونائية. وشاردة الهيدروكسيد او اش موا. لكن لازم ننوزن الشحنة هنا كين شحنتين مجابتين هنا. وهنا شحنة واحدة سالبة. اذا لازم ننوزن الشحنة اذا اتولينا اثنان. كذلك الاكسيجين هنا اثنان وهنا اثنان. الهيدروكسيد هنا اثنان وهنا اثنان. صح. وش معنتها. معنتها. انا كون انجو تديروا الاعداد سطوكيومتري انا كين واحد وهنا واحد وهنا اثنان. صح. هذه وش معنتها. معنتها واحد مول من هيدروكسيد الكالسيوم. اه. كين حل في الماء يعطينا واحد مول من شوارد الكالسيوم. ويعطينا اثنين مول من شوارد الهيدروكسيد. اذا التركيز المولي الشريدي التع شوارد الكالسيوم. ها. يساوي واحد مول اذا يساوي السي. اذا يساوي سيفر فراصة الاثنين. ها هو الراحي. ها. اه. مول على الليتر. هذا ما كان. هاي. اه. تركيز شريدي التع شوارد الهيدروكسيد. قلنا اثنين مول. اذا يساوي اثنين. سي. اذا يساوي الاثناني. في سيفر فاصل الاثناني. اعطى. نحن استضربت. تطينا. سيفر فاصل اربعة مول على على الليتر. تذكر. سيمو. صح. اعزائي الطلباء. الان التقي بكم باذن الله في الفيديو. الثالث. التمرين الثالث. الى ذلك. الى ذلك الحين. اعزائي اترككم في ريانة الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.